أشراط الساعة ظهور الفتن من علامات الساعة الصغرى كذلك ظهور الفتن والفتن جمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالإثم والكفر والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا كلما ظهرت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول هذه هذه ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم وضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرة وروا الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر رواه مسلم وأحاديث الفتن كثيرة جدا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن وأمر بالتعوذ منها وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة وليس هناك عاصم منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها فقد قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ظهور الفتن من المشرق أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل للمشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان رواه الشيخان وفي رواية لمسلم أنه قال رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا قال إن بها قرن الشيطان وإن الجفاء بالمشرق رواه الطبراني قال ابن حجر وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة انتهى كلام ابن حجر فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة وأكثر مقالات الكفر كان من شأها من المشرق من جهة الفرس المجوس كالزردشتية والهندوسية والبوذية إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة وأيضا فإن ظهور التتار في القرن السابع الهجري كان من المشرق وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون في كتب التاريخ وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع والخرافات والإلحاد فالشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية وهما في المشرق وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ولا بد لنا هنا من أن ننبه إلى أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كوقعة صفين وظهور الخوارج وسنتكلم بإيجاز عن بعض الفتن العظيمة التي كانت سببا في تفريق المسلمين وظهور الشر العظيم مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كان بابا مغلقا دون الفتن فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن العظيمة وظهر دعاتها ممن لم يتمكن الإيمان من قلبه وممن كان من المنافقين الذين يظهرون للناس الخير ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لجريء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق قلنا علم الباب قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقد قتل عمر وكسر الباب وظهرت الفتن ووقع البلاء فكان أول فتنة ظهرت هي قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر ودخلوا المدينة وقتلوه وهو في داره رضي الله عنه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلاء ولهذا صبر ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق دم من أجله رضي الله عنه ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة فذكر الحديث إلى أن قال فجاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه أورده البخاري في صحيحه في كتاب الفتن وخص النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تصلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم بعد إقناعه لهم ورده عليهم وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقاسم المسلمون ووقع القتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الآراء ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم فإنه أشرف على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر قال النووي والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي أنها كثيرة تعم الناس لا تختص بها طائفة وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم ومن الفتن التي وقعت بعد قتل عثمان رضي الله عنهما وقع في معركة الجمل المشهورة بين علي رضي الله عنه عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنه فإنه لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو في المدينة فقالوا له أبسط يدك نبايعك فقال حتى يتشاور الناس فقال بعضهم لإن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة فألحوا على علي رضي الله عنه في قبول البيعة فبايعوه وكان ممن بايعه طلحة والزبير رضي الله عنهما ثم ذهب إلى مكة للعمرة فلقيتهم عائشة رضي الله عنها وبعد حديث جرى بينهم في مقتل عثمان توجهوا إلى البصرة وطلبوا من علي رضي الله عنه أن يسلم لهم قتلة عثمان فلم يجبهم لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه فاختلفوا بسبب ذلك وخشي من نسب إليهم القتل وهم الخارجون على عثمان أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بين الطائفتين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر ففي الحديث عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر قال أنا يا رسول الله قال نعم قال فأنا أشقاهم يا رسول الله قال لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحديث حسن ومما يدل على أن عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا للقتال وإنما للصلح بين المسلمين ما رواه الحاكم من طريق قيس بن أبي حازم قال لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ضيار بن عامر نبحت عليها الكلاب فقالت أي ما إن هذا؟ قالوا الحوأب قالت ما أظنني إلا راجعة فقال لها الزبير لا بعد تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم فقالت ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف بإحدى كن إذا نبحتها كلاب الحوأب وفي رواية للبزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه أن يتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتل كثيرة وتنجو من بعد ما كادت قال ابن تيمية إن عائشة لم تخرج للقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن الفتن كواحدة من أشراط الساعة الصفر ترجمة نانسي قنقر